واحدة من أهم الاستثمارات في الستيديو اللي ما يفكر فيها الكثير من الناس هي الأقراص الصلبة أو الهارد ديس كات وفي هذه الحلقة رح أشارككم بعض المعلومات اللي رح تسهل عملية اختياركم لهذه الأجهزة تابعونا لنهاية الحلقة عشان نتعرف على أفضل أنواع الأقراص الصلبة تقيلة شوي كلمة أقراص صلبة لا؟ خلاص نعتمد كلمة هارد ديس كات خلونا حين نبتالي الحلقة مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة واللي اليوم رح نتكلم فيها عن أفضل الهارد ديس كات للاستخدام في الستيديو قبل أن نكمل الحلقة موصيكم بزر اللايك اللطيف والاشتراك في القناة ومشاركتها مع أصدقائكم الهارد ديس كات هي الأجهزة اللي نخزن فيها شغلنا وأعمالنا الفنية كلها بس اختيار الهارد ديس كات فقط بسبب سعر الرخيص يمكن يكلفك في النهاية أكثر مما تتوقع في البداية خلونا نتكلم عن العناصر المختلفة في هذه الأجهزة مثل السرعة والحجم والفئة وطريقة توصيلها والأصوات اللي ممكن أنها تصدر منها ومكانية استخدامها كأجهزة متنقلة وبعدها بنقدر نحدد اختيار الجهاز الأنسب لتوصيله في الستيديو وأسهل طريقة لتحديد النوع المناسب هي بمعرفتنا بالتوصيلات المتاحة لنا في جهاز الكمبيوتر نفسه أغلب الأجهزة الحديثة توفر لنا الوصلة من نوع USB 3 وهي وصلة سريعة ومناسبة لشغلنا في الستيديو في عدد كبير جدا من المعلومات تنتقل بين الهارد ديسك وبين جهازك فلازم نتأكد من استخدامنا لأسرع وصلة ممكنة ننتقل الآن إلى فئة الهارد ديسك نفسه وفي منها نوعين النوع الأول هو المكانيكل درايفز والتي تعتمد على أقراص ميكانيكية متحركة هي التي تلف بشكل مستمر وتدور على المعلومة المطلوبة هذه النوعية من الأجهزة سريعة جدا وسعرها مقارنة بالمساحة التي توفرها لنا يعتبر جدا مناسب خاصة إذا تكلمنا عن الأجهزة ذات الساعة التخزين كبيرة رح يطلع علينا سعر الجيجابايت أقل كل ما زادت ساعة التخزين والنوع الثاني من الهارد ديسكات هو نوع الـ SSD واللي ما في أي قطع ميكانيكية متحركة مما يعني أنها مضمونة أكثر بسبب قلة احتمال تعطل أي جزء فيها طريقة عمل أقراص الـ SSD تشتغل تقريبا مثل طريقة الذاكرة أو الرام الموجودة في جهازك مع فرق أن المعلومات الموجودة عليها تضل موجودة حتى بعد ما أنت تغلق الجهاز أو بعد ما تساوله ريستارت أجهزة الـ SSD أسرع من الأجهزة اللي من نوع المكانيكل درايفز ومع السرع اللي تقدمها أجهزة الـ SSD إلا أن سعرها أيضا يكون أعلى مقارنة بالأجهزة اللي من نوع المكانيكل درايفز يعني سعر الجيجابايت مقارنة بسعة التخزين رح يكون جدا أكبر متى نستفيد من أجهزة الـ SSD؟ تبين فائدة هذه الأنواع من أجهزة التخزين لما نشتغل على عدد كبير من التركات في برنامج التسجيل خاصة إذا نشغل عدد كبير من الآلات الافتراضية أو الـ Virtual Instruments أو لما نسجل أكثر من شخص في نفس الوقت في بحثك لأجهزة التخزين من نوع المكانيكل درايفز تأكد بأن تكون سرعتها 7200 RPM وما تكون أقل من هذا الرقم وإلا رح تصادفك مشاكل بأن الـ Hard Disk ليس بالسرعة الكافية لتشغيل البرنامج وهذه المشكلة تكون واضحة خاصة في برنامج Pro Tools لأنه جدا حساس لهذا الموضوع ولما تبحث عن سرعة أجهزة الـ SSD فسرعة 500 MB per second أو 500 MB في الثانية كحد أدنى تكون جدا كافية لضمان عملية تسجيل خالية من المشاكل النقطة الأخرى اللي لازم نخليها في بالنا وقت اختيارنا للأجهزة هي الأصوات الناتجة منها الأجهزة اللي من نوع المكانيكل درايفز هي اللي تصدر أكثر الأصوات كونها تحتوي على قطع ميكانيكية متحركة فهذه الأصوات ممكن أنها تصل إلى الماكروفون إذا كنت تسجل مثلا في غرفة صغيرة فيها الكمبيوتر والـ Hard Disk ويكونون قريبين من الماكروفون لهذا السبب اختيار الـ Hard Disk اللي راح تسجل فيه يفضل أن يكون من نوع الـ SSD لأن ما فيهم يعني قطع يتحركون فما يطلع منهم صوت نتكلم الآن عن كيفية توصيل الكهرباء إلى هذه الأجهزة أغلب الأجهزة الميكانيكية تحتاج إلى مصدر خارجي للكهرباء وبعضهم من الممكن أنه يعمل فقط على السلك الموصول مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر أو سلك Thunderbolt وطريقة توصيل الكهرباء أيضا راح تحدد مدى سهولة تنقل الـ Hard Disk خاصة إذا كنت تشتغل أكثر الأوقات من على جهاز اللابتوب والنقطة الأخيرة في اختيارك للـ Hard Disk هي طبعا السعة اختيار حجم مناسب للسعة جدا مهم خاصة إذا كنت تشتغل على ملفات كبيرة أو إذا عندك العديد من الآلات الافتراضية أو إذا كنت تشتغل في نفس الوقت على ملفات فيديو بس خلوني أعطيكم نصيحة راح تفيدكم جدا هنا بس قبل النصيحة ممكن تعطونا اللايك اللطيف اللا تكلمنا عنه قبل شوي وتشتركون في القناة طبعا إذا ما كنتم مشتركين فيها يلا انتظركم أوكي يا شباب وشابات لما تشتري الـ Hard Disk ما أنصحك أنك تشتري أكبر ساعة تخزين ممكنة وتحاول تخلي فيها كل ملفاتك فكر في شنو ممكن اللي يصير إذا اخترب الجهاز أو صارتت أي مشكلة راح تخسر طبعا شغلك كلها بدل هذه الطريقة أنا أفضل توزيع الملفات على عدد من الـ Hard Diskات بحسب نوعيتها فمثلا في الـ Studio أنا أستخدم جهاز Apple Mac Mini واللي ساعة التخزين فيه تكون عادة صغيرة وما تقدر تسوي لها Upgrade فأخلي الـ Hard Disk اللي على الكمبيوتر نفسه تقريبا خالي من أي ملفات لها علاقة بشغلي فقط البرامج اللي أحتاجها أنه يتكون عليه وموصل إلى الكمبيوتر ثلاث هارد ديسكات مختلفة اثنين منهم من نوع الـ SSD وواحد من نوع المكانيكل درايف الاثنين اللي من نوع الـ SSD واللي ساعة كل واحد منهم 2 تيرابايت أستخدم واحد منهم لملفات الـ Pro Tools والـ Session من شكل عام والثاني أستخدمه للآلات الإفتراضية أو الـ Virtual Instruments والمكتبات الصوتية الخاصة بالـ Sound Design أما الـ Hard Disk الثالث فاستخدمه للنسخ الاحتياطي لهذه الملفات وفي أيضاً هارد ديسك رابع على الشبكة الداخلية للـ Studio من نوع NAS أو اللي هو Network Attached Storage مبرمج بطريقة أنه يأخذ نسخة احتياطية مع نهاية اليوم من الـ Hard Disk الكبير يحفظ فقط الملفات اللي حصل عليها أي تغيير خلال اليوم هذه الطريقة هي الأفضل لضمان استمرارية عملك في الستوديو وتفادي أي مشاكل أو ضياع لأي ملفات أجهزة النسخ الاحتياطي ليست بالضرورة أنها تكون أجهزة سريعة فحتى لو وفرت شوية فلوس بشرائك لجهاز تكون سرعة نقل المعلومات فيه شوية أبطأ ما رح تكون فيه أي مشاكل ومدام نتكلم عن النسخ الاحتياطي هناك نوع آخر من الـ Hard Diskات تكون تركيبتها مصنفة من نوع RAID هذه النوعية مصممة بطريقة أن يكون فيها عدد من الـ Hard Diskات وتكون المعلومات اللي فيها موزعة بحسب طريقة اختيارك لنوع RAID ممكن يكون RAID 5، RAID 10 أو ما شابه الحلو في هذه النوعية أن المعلومات الموجودة على هذه الـ Hard Diskات تكون منسوخة في أكثر من جهة على الـ Hard Disk نفسه فإذا اخترب واحد منهم نقدر بسهولة تغييره دون الحاجة إلى تغيير الجهاز بالكامل لما تختار الأجهزة اللي من نوع الـ RAID تأكد من اختيارك لأكبر سعة ممكنة لضمان استغلال المساحة كلها أنت تقريباً راح تدبل الملفات اللي راح تنسخها يعني مثلاً إذا كان عندك الـ Hard Disk ساعة 8 تيرابايت باستخدامه بطريقة الـ RAID راح تستخدم 4 تيرابايت فقط منه أتمنى أني قدر تساعدكم في اختياركم للـ Hard Disk الجديد اللي راح تستخدمونا في الـ Studio لا تنسون دعمكم لهذه الحلقة عشان نقدر نوصل في تقديم أفضل المحتوى لكم أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة واشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة